اكد سعدة سيد جميل بن محمد علي حمادان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اكد حرص مملكة البحرين على الاسهام في تنمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة وعلى الاخص ما يتعلق منها بالابعاد الاجتماعية مؤكدا دعم الجهود الرامية الى تعزيز التعاون العربي المشترك لتنفيذ هذه الاهداف مشيرا الى دور مملكة البحرين في تنسيق الجهود العربية من خلال اقرار وثيقة البحرين التي انبثقت عن الدورة الثانية للمنتدى رفيع المستوى حول اهداف التنمية المستدامة والذي انعقد في مملكة البحرين عام 2015 تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتضمنت 19 توصية للمجموعة العربية وتم رفعها الى الجمعية العمومية للامم المتحدة وتم اعتبارها احد اهم الوثائق التي ارتكز فيها المفاوض العربي عند اقرار اهداف اجدة التنمية المستدامة 20-30 وكان احميدان ترأس وفد مملكة البحرين في اجتماعات الدورة العادية السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي تعقد بضيافة دولة الكويت الشقيقة بتنظيم من جامعة الدول العربية وقال احميدان ان السياسة الاجتماعية التي تنتهجها مملكة البحرين جعلتها تتبوأ المراكز الاولى في مؤشرات التنمية البشرية بين الدول العربية لسيما وانها من الدول التي تتميز بتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة وتنفذ من خلالها الخطط والمشاريع الرامية الى تأمين الرخاء والرفاه للأفراد والأسر ترجمة نانسي قنقر